السلام عليكم ورحمة الله كان المسلمون في مكة وقبل الهجرة مأمورين بالصبر والإعراض عن أذى المشركين والدفع بالتي هي أحسن فلما هاجروا إلى المدينة وأكثر عددهم وقووا فرد عليهم القتال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب وفرض الله عليكم أيها المؤمنون قتال الكفار والمقصد من القتال والجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة لا إله إلا الله ونشر الإسلام في كل مكان وحماية المسلمين من أذى المشركين والجهاد على أرجح الأقوال فرض كفاية وليس فرض عين إذا قام به البعض سقط عن الباقين فإذا تركوه جميعا أثموا جميعا وإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين قال الزهري رحمه الله الجهاد واجب على كل أحد غزى أو قعد فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين وإذا استغيث أن يغيث وإذا استنفر أن ينفر وإن لم يحتج إليه قعد كتب عليكم القتال وهو خره لكم فالقتال مكروه بطبيه للنفس البشرية بما فيه من متاعب ومخاطر كثيرة ففي القتال إزهاق الأرواح وفيه الجراح وفيه بذل المال وإخراجه ومفارقة الأهل والأوطان وكل تكليف فيه مشقة على النفس ولكنها تهون حين يعلم الثواب نعم هو كره للنفس البشرية ولكن للصحابة كان الموت في سبيل الله أحب إليهم من الحياة وكانوا يدون الله أن يرزقهم الشهادة طمعا في معند الله من الثواب والجنة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وقد تكرهون شيئا وهو في حقيقته خير لكم أهل من عاقبة للقتال في سبيل الله إلا الظفر والنصر أو الشهادة في سبيل الله ولماذا يشرب الدواء المر؟ أملا في العافية والشفاء عسى مع البشر تفيد الرجاء مع الشك كما تقول عسى أن أقابل فلان أما عسى في الآية الكريمة أتت من الله عز وجل فلا تفيد الشك أبدا ولكن تفيد الوجوب والتحقيق فعاقبة كل أمر من الله خير وإن كرهته النفس البشرية وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وقد تحبون شيئا لما فيه من الراحة واللذة العاجلة وهو شر لكم وانظروا إلى الأندلس واعتبروا بعد أن تركوا الجهاد صاروا عبيدا بعدما كانوا أسياد وما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب والله يعلم ما فيه خير لكم وأنتم لا تعلمون ذلك فبادروا إلى الجهاد في سبيل الله جزاكم الله خيرا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم